اشتركوا في القناة مهمة تاريخية اطلاق مركبة فضائية تسمى دارت الى الفضاء والهدف كما اعلنوا حماية البشرية على كوكب الارض طبعا احنا كما نشاهد هذه اللقطات بنستعرض التقرير والخبر اللي هما اعلنوه هذه المركبة دارت ستصطدم بكويكب مزدوج عمدا يعني ايه ستصطدم بكويكب مزدوج لانحرافه عن مساره قليلا ولكي يبتعد عن الارض في محاكاة لسيناريو منع سخور فضائية عملاقة او كما اطلقوا عليها سخور القيامة جاء ذلك نتيجة لازدياد التخوفات من الاستضام بالارض وتدمير الحياة عليها وكما نرى في اللقطات يظهر مدير المهمة ويدعى بيل نيلسون بيبتدي انه هو يشرح كيف سيقوم بهذه المهمة العملية طبعا احنا عارفين او كما هم يطلقون النظارة تعني السهم الصغير انطلقت هذه الرحلة بالفعل وبتحاول ان هي تنقذ البشرية من الكويكب المزدوج العملاق طبعا دوت كان الخبر اللي اعلنته وكالت ناسا هذا الخبر من وجهة نظري انه هو بيحمل جوانب متعددة لو حللنا هذا الخبر اللي تشابه معه اخبار كثيرة تشبه هذا الكلام ان فيه مركبة فضائية وهم عايزين انقذوا الكون من كويكب عملاق الان يتكلموا عن كويكب مزدوج عن كويكب مزدوج يهدد الارض فمن وجهة نظري الجانب الاول من هذا الكلام هو استمرار لمسلسل الاستخفاف بعقول الناس وايهام الناس بفكرة هي في الإجمال محل نظر ومحل تطقيق ومراجعة فكرة الصعود الى الفضاء كما يسمون طبعا مفروض نقول الصعود الى الايه الى السماء طبعا هو بيشرح ليك الخطوات اللي هو هيقوم بيها عشان ينقذ البشرية طبعا يهام الناس انه هما حماة البشرية والحريصين على الحياة على ظهر الارض والناس كلها بتسمع هذا الكلام من فترة طويلة جدا لغاية ما تشربت هذا الكلام وبدأ فعلا الناس تقتنع ان مثل هذه الوكالات العلمية منوط بها حماية البشرية ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما في ملحظة اخرى في البيان او في التقرير اللي هما اعلنوا ان هما بدأوا يغيروا من الكلام اللي قالوا من شهرين تقريبا او اقل من شهرين عندما اعادوا وقالوا ان هما هيعملوا مركبة فضيالة انتحارية يعني شوف بقى التعديل في الايه في الكلام ولاحظ جدا ان هما بيتلاعبوا بمشاعر الناس وبافكار الناس التقارير الاولى او المركبة الفضائية الانتحارية على حد وصفهم الاولى وظيفتها تدمير هذا الكوكب طبعا اما الناس ردت وقالت ازاي كوكب عملاق يقدروا ان هما يضمروا وناس قالت ان الكوكب ده هو نجم الايات الكوكب زو الزنب ازاي يقدروا ان هما يضمروا عدلوا من التصريحات بتاعته وقالوا ان الهدف مش تدمير الكوكب في العملية الفضائية المركبة اللي هما سموها دارت الهدف هو ان ينحرف قليلا ويبتعد عن مصار او عن مدار الارض الملاحظة الثانية ان هو استخدم مصطلح صخور القيامة يقصد ايه بكلمة صخور القيامة هو عايز يديك احساس غير مباشر ان هو متحكم في مثل هذه الامور اللي هي نهاية الارض ونهاية الحياة على الارض اما هو يعمل كده هيمد الحياة على الارض طبعا هذه الافكار الافكار الحادية الهدف منها ان انت تعتقد ان هما قدروا يوصلوا لدرجة من القوة العلمية اللي هو يقدر يطيل في عمر هذا الارض والخالق وحده سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا الامر وكالعادة كعادتهم كعادة وكالة الخديعة القبرى وكالة ناسا دايما بيخبرونا باشياء هم فقط اللي هما شافوها يعني هو بيقولك انه هو بيعمل مركبة فضائية ومسميها دارض وجايب لك قائد العملية وبيشرح الموضوع طيب تقدروا تجيبولنا صور حقيقية لهذه العملية بعد ما تخلص الاجابة لا ما فيه الصور حقيقية طيب عندما قلتم انكم صعدتم الى القمر تقدروا تجيبولنا صور تقريبية لا مش تقريبية صور حقيقية للقمر الاجابة لا بيديك صور يقولك دي مجسمات لتقريب المعنى زي بالظبط اما بيطلع فوق الامر اللي هو مطلعش فوق ويقولك ان احنا صورنا الارض فلائناها على شكل كرة ويجيب لك المجسم بتاع الكرة اللي هو بيشرحه للاولاد في المدارس مادة الجغرافيا ان الارض الكراوية ويجيب لك الايه ويجيب لك شكل القرى انت كرجل مسلم شفت هذه القرى على الحقيقة الصور اللي هم صوروها دي جابوا لنا صور حقيقية الجواب لا كلها صور ايه تقريبية باعترفهم بالشهادة بتاعتهم حتى لما قال انه صعد على سطح المريخ صور مبهمة يعني صور لا تعبر على تأكيدات انه صعد في مثل هذا المكان بمناسبة المريخ عايز اقولك على مفاجأة ان طبعا المريخ بيسموا الكوكب الايه الاحمر بيسموا المريخ الكوكب الايه الاحمر ف فيه صور تم تداولها على فيه اسرائيل زي الصورة اللي وقصدنا دلوقتي اللي انت الاول وهلة عندما تنظر اليها هتقول ايه ان لابسين لبس الفضاء ودولت على سطح المريخ في الحقيقة هم مش في سطح المريخ في الحقيقة ده خبر بيقول ان النقب تحاكي المريخ رواد فضاء من اوروبا واسرائيل في اول بعثة الى الفضاء الخبر بيقول ستة رواد فضاء من البرتغال واسبانيا والمانيا وهولندا والنمسا واسرائيل يتم عزلهم عن العالم لمدة شهر كامل لن يتمكنوا من مغادرة موقعهم الا ببدلات الفضاء كما لو كانوا على سطح المريخ عايزين يعملوا محاكاة دي الموضوع يعني اللي احنا عايزين نقوله ما تملاش ايديك اوي اما تلاقي ناس لابسين بيدا الفضائية وبيقولك وبيقولك ان دا سطح المريخ امان والعلماء والعلماء اللي هما بيحاولوا المسلمين حتى العلماء المسلمين اللي هما بيحاولوا ايجاد حلول لكي يتقارب مع افقار وكالة ناسا وما هو موجود من القرآن وشوفنا ناس كتير بدون ذكرى اسماء من الناس المتخصصة في الاعجاز العلمي للقرآن بيتكلموا بكلام وكالة ناسا ويحاولوا ان هما يلووا عنق الحقيقة علشان خاطر يوجد حلول توفيقية ما بين الكلام بتاع ناسا وما جاء في القرآن واحنا هنفرد وان شاء الله اوعدكم ان احنا نفرد حلقات ونتكلم عن اخطاء الباحثين المسلمين في العصر الحديث عندما حاولوا التوفيق ما بين كلام وكالة ناسا وما جاء في القرآن والتعارض واضح وظاهر ان شاء الله فتهيئة الاجواء لظهور الدجال على قدم وساق والجميع بيحاول ان هو يبعدك عن الفكرة دي يقولك ده تقدم ده ابحاث علمية ده تكنولوجيا ويبتدي ان هو يضحك عليك علشان خاطر ان انت تبقى فكريا في قبضته متسيطر عليك فكريا وعندك الحقائق والمسلمات اصبحت مجرد تخمينات ونظريات تشك في المسلمات وتؤمن بالفرضيات هي ده الفكرة اللي هم بيحاولوا ان هم يوصلوك اليها ويظهر الدجال وتكون انت كمسلم باللغة المصرية بتاعتنا استويت تكون خلاص مهيئ لكي تتقبل اي فكرة من الافكار المنحرفة كما نرى في هذه الايام الايام الخداعات اللي اخبر عنها السنوات الخداعات اللي اخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ان فيه ناس عندها كلام الامم المتحدة وعندها كلام مجلس الامن وعندها كلام امريكا كلام مسلم تصدقه يقولك ده الناس دي طلعت القمر وانتو لسه قاعدين بتكلمونا في ناس كانت بتركب الابل والجمال وفي الصحراء وبطرع الغنم من اكتر من الف وبروعمائة سنة انتو عايزين تأخرونه والرد طبعا صادم ان الناس اللي انت جنابك ايها المهزوم ايها المغصول عقليا ان جنابك مش عجبك الناس دي هؤلاء سطروا اعظم امبراطورية في التاريخ الاسلامي وصلوا الى الاندلس اقاموا حضارات في حين ان اوروبا كانت في عصور الظلام العلم كله كان من علماء المسلمين الفرابي ابن سينة الحسن ابن الهيثم الابو بكر الرازي الفخر الادريسي وغيرهم كثير اللي اثروا الحياة العلمية بالتقدم ونقلوا اوروبا من العصور الوسطى من ظلومات الجهل الى ايه الى نور العلم وفي النهاية لا اريد الاطالة عليكم اسأل الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في هذه الحلقة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة